بكم وهذه جولة سريعة على مختلف الصحف الوطنية العربية والعالمية للإطلاع على أهم ما جاء في الصفحات الأولى والبداية مشاهدين لا فاضل بيومية شروق لنهار اليوم التي عنوانت صفحتها الأولى بعديد المواضيع وكتبت عشر سنوات لإعمار غزة ثلاثمائة وخمسين وستين يوما لإزالة الأنقاض وحدها وهذا ما قاله المرصد لأمم الأورو متوسطية عادت جريدة شروق على صدر صفحتها إلى موضوع آخر وكتبت مواصلة التعاقد وترسيم المدمجين بأطر بيض من إجراءات الدخول المدرسية المقبلة المصادقة عليها وزاديا في الرياضة كتبت يومية شروق البرتغال جوزي بيسيرو الأقرب لقيادة الخضر وتقليص بعد تقليص عدد المدربين المرشحين لقيادة الخضر تطالعون أسفل الصفحة الأولى في مواضيع متفرقة ما يلي أن نظام المغربي يشوش على شركات الجزائر الدبلوماسية وممنوع استخدام رجال الأمن للسلاح إلا في حالة واحدة وهذه مزايا هؤلاء المستفيدون من بطاقة المقاول الذاتي نبقى وإياكم ضمن يومية شروق لنهار اليوم واخترنا لكم منها هذا المقال النظام المغربي يشوش على تحركات الجزائر الدبلوماسية واغتيال رعاية موريطانيين في وجود الوزير عطف أو اغتال رعاية موريطانيين في وجود الوزير عطف بإنواكشوت حراك لافت للديبلوماسية الجزائرية هذه الأيام طبعته زيارة وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطف إلى موريطانيا والاستعداد لاستقبال وزير الخارجية الإسباني خسيم مانويل ألباريس في الجزائر وفق ما أعلنته الخارجية الإسبانية واستقبل عطف من قبل الرئيس الموريطاني محمد ولد الشيخ الغزواني وسلمه رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد التبون كما استقبل أيضا من قبل نظيره الموريطاني محمد سالم ولد مرزوك وكانت الأوضاع الجهوية والدولية والقضية الفلسطينية والتورطات في منطقة تساحل على رأس أجندة المباحثات الثنائية فضلا عن المشارع الاندماجية وتفعيل دور المعابر الحدودية إلى مقال آخر ضمن يومية أشهروق لنهار اليوم واخترنا لكم منها ما يلي ممنوع استخدام رجال الأمن للسلاح إلا في حالة واحدة توصلت لجنة شؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني إلى صيغة توافقية بخصوص نص المدة 149 مكرر 24 تخص شرعنة استخدام أفراد القوة العمومية للسلاح في مواجهته عند الضرورة والتي كانت محل خلاف بين الحكومة والنواب وذلك بحصر مضمون المدة في الحالات القصوى أي استخدام السلاح فقط وحصريا من قبل أعوان الأمن والقوة العمومية عند الموت المؤكد تطالعون عديد النقاط في هذا المقال الذي يأتيكم ضمن يومية الشرق لنهار اليوم إلى جريدة المساء وتطالعون فيها إجراءات استباقية لإنجاز الدخول المدرسي القادم وجريدة المساء تكشف تفاصيل منشور الإطار المصادقة عليها عادت جريدة المساء على صدر صفحتها وكتبت إرادة الرئيس تبون قوي لإصلاح الدولة بتعزيز العدالة الجبائية وتثمين أجور الموظفين هذا مقاله عربوي كتبت جريدة المساء على الصفحة الأولى في موضوع آخر الجزائر بلد واز وموثوق سينجح قمة الغاز وجي أس أم أكد ترحيب صانع القرار بموسكو دعوة جديدة ضد الكيان المحتل حول القدس وحق العودة والجزائر الروسية تفعيل الشراكة الاستراتيجية المعمقة تطالعون أسفل الصفحة الأولى تكوين رقمي للجمعيات وحمايتها من المال الفاسد وأرد فوري على المستثمرين ولا تلاعب بالعقار الاقتصادي وهذه أسباب إخفاق الخضر في كوديفوار إلى مقال آخر ضمن جريدة المساء وجاء فيها إرادة قوية لدى الرئيس تبون لإصلاح الدولة ومن خلال تعزيز العدالة الجبائية وتثمين أجور الموظفين أكد الوزير الأول الذي العربوي أمس أن رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون تحظه إرادة قوية من أجل التجسيد الكامل للمشروع الطموح الذي يهدف إلى إحداث إصلاح شامل للدولة بكل فروعها ومؤسساتها من خلال تشديد باستثمار على أهمية التكفل الأمثل بالمورد البشري خاصة الفئة الشبابية بالإضافة إلى ترقية الظروف المهنية والاجتماعية للموظفين العموميين من خلال تعزيز العدالة الجبائية وتثمين الأجور ومراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لشرائح واسعة من الموظفين العموميين تطالعون عديد ومزيد من النقاط في هذا المقال الذي يأتيكم ضمن يومية المساء لنهار اليوم إلى جريدة الخبر وجاء فيها ما يلي مليون نازح مهدد بالإبادة في رفح وعشرات شهداء منذ بداية القصف الصهيوني على المدينة رغم التحذيرات الدولية عادت جريدة الخبر أعلى صدر صفحتها إلى جميع الأدلة تورط المحتلف جريمة الإبادة وفريق المحامين الدولي بعد إداع الشكوى لدى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية يؤكدنا على مجأة في العنوان تطالعون أسفل الصفحة الأولى في موضوع وطني وفي الطربية هذا جديد الدخول المدرسي القادم والخبر تنشر التفاصيل منشورة إطارة منظم لتعليمته عادت جريدة الخبر إلى عديد المواضيع الرئيسية تطالعونها ضمن محتوى اليومية من جريدة الخبر إلى يومية الموعد وجاء فيها ما يلي الجزائر ألمانيا التحذير لما بعد الغاز ورئيس الجمهورية يستقبل وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني الألماني سونتراك توقع عقدا مع VNG لإمداد بالغاز عادت يومية الموعد على صدر صفحتها إلى موضوع آخر وكتبت الرئيس تبون الرئيس تبون تفضل بتوجيهات لإنجاح قمة الدول المصدرة للغاز تقرؤون أسفل الصفحة الأولى في موضوع مهم آخر الوزير الأول الموريطاني يستقبل الخليفة العام للطريقة التجانية دون أن ننسى عديد المواضيع المتفرقة تطالعونها ضمن يومية الموعد نبقى وإياكم ضمن اليومية واخترنا لكم منها هذا المقال سونتراك توقع عقدا مع VNG للإمداد بالغاز وقع على العقد بين سونتراك وVNG آهاندل وهي فرعون مبلوك بنسبة 100% لمجموعة الألمانية من طرف ممثلي الشركتين تحت إشراف وزير التقوى المناجم محمد عرقاب ونائب المستشار الفيدرالي الألماني وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك وحضور الرؤساء المديرين العامين لشركات سونتراك وصونالغاز وسفيرة ألمانيا لدى الجزائر إليزابيث وولبر وفي هذا الصدد عبر الرئيس المدير العام لمجمع السونتراك رشيد حاشيشي في تصريح له حسب بيان للمجمع عن سعادته بتعزيز الشركة في مجال الطاقة مع أوروبا من خلال هذا من خلال عفوا هذا العقد تطالعون عديد النقاط تطرق لها هذا المقال إلى يومية الوسط وتقرؤون فيها لا تزاحم بين الجزائر وروسيا حول سوق الغاز موسكو تؤكد انتقالها إلى مجالة مغيرة كتبت يومية الوسط على صدر الصفحة العقاب يشدد على أهمية بث برامج تلفزيونية هادفة للارتقاء بأداء الإعلام العمومي وتسليم غير المؤمنين بطاقات الشفاء الأسبوع المقبل حسب اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحاته تقرؤون أسفل الصفحة الأولى في موضوع فلسطين الملف الفلسطيني يفتح حاليا في المحكمة الدولية وفي الرياضة يوسف عطال يتنقل إلى أضنى ديمير سبورت دون أن ننسى عديد المواضيع والعنوين التي تأتيكم على الهامش الأيمن ليومية الوسط من الصحافة الوطنية إلى الصحف العربية وهذا ما جاء على جريدة العربي الجديد الاحتلال يمهد لاجتياح الرفح وحصار الأرزاق كموضوع رئيسي افتتعت به يومية العربي صفحتها الأولى دون أن ننسى عديد المواضيع في المواضيع الإقليمية والعربية فالرياضة والمجتمع والصحة والسياسة وغيرها من الصحافة العربية إلى الصحف العالمية واخترنا لكم يومية الفيغارو وجاء فيها كموضوع الرئيسي بالإجماع على اختيار وزير العدل السابق واقتراحه ليكون على رأس وزارة التربية الفرنسية بهذا نصل وإياكم إلى خطام معرض الصحافة لنهار اليوم شكرا لكم على كرم المتابع والإصغى إلى اللقاء